بسم الله الرحمن الرحيم من أجمل المذكرات التي قرأتها ومذكرات الشيخ الدكتور عبد الحميد السائح وزير الأوقاف الأردن السابق ورئيس المجلس الفلسطيني السابق المتوفى في سنة 2001 أعرض شيئا من ذكرياتي هنا ضمن سلسلة أدب الرحلات والذكريات وهي سلسلة ممتدة في حلقات كثيرة موجودة في اليوتيوب يقول الشيخ عبد الحميد السائح من الأعياد التي كانت موجودة في فلسطين عيد النبي موسى وهو عيد استحدثه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يوافق عيد الفصح عند النصارى كنا نجتمع كفلسطينيين بالقرب من المكان الذي يقال إنه قبر موسى عليه السلام لكن لما كانت تقام فيه بعض المظاهرات ضد الاحتلال اليهودي تم إيقافه في أيام الاحتلال الصهيوني يقول الشيخ عبد الحميد السائح كان حزب الاتحاد والترقي التركي يلزم الفلسطينيين في مدارسهم بتعلم اللغة التركية والتحدث بها ما دام في المدرسة ومن لا يتحدث بها من الطلاب فإنه يوضع في جيبه بطاقة مكتوب فيها سرناف يعاقب الطالب في آخر اليوم المدرسي فلما جاء الاحتلال البريطاني ألزم الطلاب بالإنجليزية بدل التركية درس الشيخ عبد الحميد السائح الدراسة الجامعية في الأزهر فكان يحضر مجالس الشيخ محمد بخيط المطيعي رحمه الله وهو من كبار علماء مصر فاعترض عليه مرة في كلمة أخطأ فيها الشيخ المطيعي فلم يقبل الشيخ هذا الاعتراض لكن في اليوم التالي وقف الشيخ محمد المطيعي وأوقف الطالب السائح وقال بالأمس أخطأت وغلت الطالب والصواب مع الطالب وأكبر فيه هذا التواضع كان التعليم في مصر يرفض دخول غير المصريين في كل الجامعات المصرية إلا في جامعة الأزهر فلما تولى طه حسين رحمه الله تعالى وزارة التربية والتعليم سمح لجميع الطلاب من كل الدول بالدراسة في جميع الجامعات المصرية كان اليهود في فلسطين يعيشون قبل الانتداب البريطاني معززين مكرمين بل إن بعض الفلسطينيين العرب كان يتزوج من اليهود منهم حسين النشاشيبي تزوج من اليهود بل إن موسى العالمي لما ولدته أمه هو فلسطيني مشهور لم تستطع أن ترضعه فأرسلته إلى جارتها اليهودية فأرضعت ولدها فإخوان موسى العالمي من الرضاعة هم من اليهود في سنة 1930 اجتمع جماعة من الساسة وعلماء العالم الإسلامي وتتفق على أن يقوموا بإنشاء جامعة في الفلسطين فكلموا الشاعر محمد إقبال ليعرض الأمر على سلطان حيدر أباد في الهند وكان من الأغنياء فوافق بشرط أن تشرف بريطانيا لأنه تبع بريطانيا على هذه الجامعة إلا أن الأمر تحول بعد ذلك ليقام فندق أنتر كونتننتل مكان هذه الجامعة لما وقع الخلاف بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى في اليمن توجه جماعة من علماء فلسطين منهم محمد أمين الحسيني في بنية الإصلاح فرفض الملك استقبالهم وكان استقباله باردا فلما ذهبوا إلى اليمن ورجعوا مرة إلى الملك عبد العزيز أحسن استقبالهم فعلموا أن هناك جماعة من الفلسطينيين أرسلوا رسالة يؤلبون الملك عبد العزيز والإمام يحيى على هذا الوفد الفلسطيني فأكبر فيهم الملك عبد العزيز حبهم للإصلاح في أيام الانتداب البريطاني على فلسطين وإذا بجماعة من أعيان نابلس يقومون بكتابة عريضة لشركة يقوم عليها يهود لتوليدهم بالكعرباء فغضب الشيخ عبد الحميد السائح كيف تقومون بهذا الأمر ونحن ضد الاستيطان اليهودي فخطب خطبة ونشرها في عموم مساجد نابلس وكتب عريضة وصارت ثورة فلسطينية في نابلس ضد هؤلاء الأعيان حتى استكانوا لرأي الفلسطينيين فوزي القاوقشي سوري شارك في الجهاد الفلسطيني ضد الإنجليز في سنة 1946 وعرف بجهاده وشجاعته وبعد ذلك خرج من فلسطين واستقر في السعودية وساهم في تأسيس الجيش النظامي في المملكة العربية السعودية وكان الملك عبد العزيز رحمه الله يسميه بلحيمر لأن وجهه يميل إلى الحمراء الشيخ فرحان السعدي رحمه الله تعالى من كبار المجاهدين في أرض فلسطين كان يجاهد ضد الوجود البريطاني وعمره ما يقرب من ثمانين سنة ألقى الاحتلال البريطاني القبض عليه وتم إعدامه نهارا في شهر رمضان دون مراعاة لشيخوخته ولا لحرمة الشهر رحمه الله حجز مرة الناشط في فلسطين وعضو حركة فتح صلاح خلف أبو إياد في مطار عربي لكونه لا يحمل تأشيرة دخول إلى هذا البلد العربي واستغرب أنه حجز معه في نفس الغرفة كلب أجلكم الله لأن الكلب لا يحمل شهادة خلوه من الأمراض حجز مع كلب في مكان واحد وكان يريد أن يدور لشرح القضية الفلسطينية في بداية الاحتلال الصهيوني عرضوا على أرملة الشيخ حسن أبو السعود رحمه الله تعالى أن تبيع بيتها الذي كان بجوار القدس عند باب المغاربة وهو ذو موقع متازئذ أنه يطل على المسجد الأقصى فرفضت قالوا لها أطلوب ما شئتي فرفضت جاءها الرئيس الإسرائيلي وعرض عليها ما شاءت من المال فرفضت فأخرجوها عنوة وحطموا بيتها بالجرافات رحمها الله هذه بعض اللمحات التي وجدتها في مذكرات الشيخ عبد الحميد السائح رحمه الله تعالى وهي مذكرات ضروري أن يطلع الإنسان عليها لأنها تبين حال فلسطين في تلك الحقبة في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات الملادية رحم الله الشيخ عبد الحميد السائح ونصر الله أهل فلسطين اللهم أمن